عقدت مؤسسة حياة كريمة اجتماعا مع أعضاء هيئة الجايكا اليابانية لتنصيق تطوير مئة مدرسة في قرى حياة كريمة وأوضحت المؤسسة أنه تمت مناقشة الأليات والتنصيق مع وزارة التربية والتعليم عن طريق اعتماد خطة زمنية لتطبيق وأخرى لتدريب المعلمين ومتطوع مؤسسة حياة كريمة مشيرة إلى أنه يجرى فحص المرحلة الأولى من المدارس المقترحة لتطويرها للبدء في أقرب وقت